السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح نتعرف على المجال الدياميكي او المجال المتغير في مادة المترجمات فصل السمانتك اناليسيس اول شيء نشوف هذا المثال البسيط لبرنامج البرنامج مكون من معادلتين C1 و C2 عندما تستدعى C1 راح ترجع لنا A A عبارة عن B plus 5 B تساوي من الـ global variable هنا 5 اذا A راح تساوي 5 زائد 5 راح تساوي 10 C1 راح ترجع 10 في النتيجة عندما تستدعى C2 C2 تقول ان في B B تساوي 2 بعدين تستدعى C1 C1 راح ترجع لنا A A تساوي بي زائد 5 لكن هذه المغة بدأ ان تكون 10 راح تكون 7 كيف صار هذا؟ هذا يحدث اثناء ال-Dynamics Coding او المجال المتغير اه لان الـ Compailer يكون ينظر الى جدول اسمه جدول SampleTable SampleTable هذا عبارة عن Stack وراح ينظر الى اقرب متغير بنفس الاسم او متغير مخصص مقترم بالمجال اللي مستدعى فيه المتغير عشان اقرب الصورة اكثر خلنا نشوف المثال الثاني هذا Sudocode Sudocode هذا فيه ثلاثة functions وكل مرة تستدعى واحدة منهم ونشوف كيف النتائج راح تتغير و SampleTable ايش راح يحفظ عندما تستدعى الفنكشن الاولى فنكشن الاولى استدعيت وطلبت print X زائد Y هنا X زائد Y هم Global Virals فراح راح يهدي في SampleTable X زائد Y بعدين راح يطبع ينفذ الامر وراح يطبع انه X زائد Y يساوي 179 من SampleTable الآن استدادت Function2 Function2 فيها X يساوي صفر إذن في SampleTable راح يفتح سكوب جديد ويحط فيه X يساوي صفر ثم يستدعي Function1 Function1 X زائد Y X زائد Y اللي هو صفر من SampleTable زائد 42 راح يساوي 42 الآن استدعت function الثالثة function الثالثة فيها Y equal 0 نفس الشي لو تلاحظون انه scope function2 راح فتح scope جديد ل function3 اللي هو Y تساوي صفر بعدها استدعت function2 في function2 و X2 ساوي صفر function2 استدعت function1 function1 طبعت فالنتيجة راح تكون صفر زائد صفر صفر ببساطة المجال الديناميكي يحدث أثناء تشغيل الرنامج أو أثناء الرنتايم ويبحث على المتغيل الأقرب في SampleTable والخاص بالمعادلة المقترن فيها اللي هو المقترن فيها scoping أو compiler أو variable متعرف فيها و ويعتبر جيد للمعادلات التعويضية بعض languages أو بعض اللغات التي تستخدم dynamic scoping هي Perl و Logo و Lisp بعكس C++ و C كلها تستخدم كذلك scoping شكرا اجتماعكم أجتماعكم أجتماعكم أجتماعكم